تقول يعني بالنسبة لزيارة المدينة النبوية تقول ما هي الأعمال اللي ممكن نسويها غير يعني زيارة المسجد النبوي أختي محمد الرحمن بارك الله فيك بالنسبة لمدينة النبي عليه الصلاة والسلام يسن شد الرحال إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا يعني المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى و إذا ذهب الإنسان هناك من السنة أن يذهب إلى مسجد قباء إذا ذهب يعني مسجد قباء ما تشد إليه الرحال لكن من وصل المدينة و أحب أن يزور مسجد قباء يصلي في ركعتين هذا فيه فضل كذلك إذا وصلت المدينة من السنة زيارة قبر النبي عليه الصلاة و السلام إن كان مأذنا لكن مثلا و مسموح أو جيت في وقت مسموح فيه مثلا تسلمين على النبي عليه الصلاة و السلام هذا على تقدير أنه يعني مأذون أو تجدين مثلا مجال كذلك الصلاة في المسجد نول بألف صلاة سواء في الروضة الشريفة أو في أطرف المسجد فلذلك ما يزاحم الإنسان على الروضة و يقاتل عليها لأني أنا ما أعرف و لا أحفظ نص على أن من صلى في الروضة له مثلا مليون حسنة أو له مليون درجة أو له عشر درجات ما أحفظ إلا الأجر العام للعبادة و الطاعة و الحسنة حسنة تضاعف و لذلك الفضل الوارد ما بين بيتي و منبري روضة من رياض الجنة نعم ورد هذا حديث صحيح لكن هل ورد فيه فضل أنه من صلى في هذا له كذا و كذا أنا في حدود علمي و الطلاعي ما أعرف يعني نص يفيد مضاعفة الأجر لمن صلى في الروضة إن حصل طيب بارك الله فيك